بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أهلا ومرحبا بكم أبناء الطلاب وبنات الطالبات في درس جديد من دروس القرآن الكريم للصف السادس الابتدائي حسب منهج تحفيظ القرآن الكريم في هذا الدرس إن شاء الله تعالى نتلو نحن وإياكم ونتعلم تلاوة آيات من سورة النحل من الآية الخامسة عشرة إلى الآية التاسعة والعشرين إن شاء الله تعالى أهداف الدرس أولا أن يطلب الطالب والطالبة الأجر من الله تعالى بتلاوة هذه الآيات كذلك من الأهداف أن يطلب الطالب والطالبة الآيات تلاوة صحيحة خالية من الأخطاء ولكي نتلو هذه التلاوة الصحيحة لا بد من التأني والتمهل أثناء التلاوة لنتمكن من رؤية الحركة ونطق الحركة التي على الحرف يعني لا أقرأ الحرف إلا بعد النظر إلى الحركة التي عليه والنظر إلى الكلمة القرآنية والتركيز حتى لا نقع في الخطأ كذلك أن يطبق الطالب والطالبة أحكام التجويد خاصة ما أخذناه في دروس التجويد أحكام المدود المد المتصل والمد المنفصل والمد اللازم والمد العارض للسكون أيضا من الأهداف أن يتلو الطالب والطالبة الآيات بتدبر وخشوع حتى نفهم كلام الله تعالى ونعمل به لابد أن نقرأ بتدبر وخشوع حتى نستفيد ونعمل آداب تلاوة القرآن الكريم أولا الطهارة بالوضوء قبل التلاوة خاصة لمن أراد أن يقرأ من النصحف الشريف كذلك الإخلاص لله عز وجل لأن كل حرف بحسنة والحسنة بعيش أمثالها فنقرأ إلى أضعاف كثيرة فنقرأ القرآن ونحن نلوي بهذه القراءة وجه الله وطالب الأجر منه وطالب رضاه عز وجل كذلك الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم قبل التلاوة أيضا نقرأها بتأني وتمهل كذلك من الآداب تحسين الصوت بالتلاوة والبسملة في أوائل السور وتجوز في أواسط السور القراءة بتدبر من آداب التلاوة كذلك التسبيح عند آيات التنزيه الآيات التي فيها تنزيه لله عز وجل وذكر أسمائه وصفاته إذا قرأناها نقول سبحان الله ثم نكمل التلاوة أيضا من الآداب سؤال الله من فضله عند آيات الوعدي بالرحمة والمغفرة والجنة نسأل الله من فضله ثم نكمل التلاوة أيضا الاستعادة بالله عند آيات الوعيد الوعيد بالعذاب أو بالنار نعوذ بالله إذا قرأنا هذه الآيات نستعيد بالله من عذابه ومن ناره سنقرأ الآية الآن أولا سأقرأ لكم الآيات وأنتم تستمعون وتنظرون إلى الآيات وبعد ذلك نستخرج بعض الكلمات ونطبق القراءة عليها كيفية التلاوة سنطبقها لبعض الكلمات اللي نعمل بها في جميع الكلمات في القرآن الكريم كذلك نستخرج بعض الحكام التجويدية السهلة اليسيرة لنطبقها دوما في تلاوة القرآن الكريم على بركة الله نبدأ استمعوا وانظروا إلى الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون بارك الله فيكم هذه الآيات السهلة أن يسيرة هذه الكلمة رواسية لاحظوا أن اليام مفتوحة نفتحها طبعا حال الوصل وانتبهوا للآلف الصغيرة هذه آلف المد نأتي بها رواسية أن تميد بكم أيضا كلمة وسبلا لاحظوا عندنا الضم وسبلا نأتي بالضم في حرف السيني والباء وسبلا لعلكم تهتدون أيضا الألفات الصغيرة دائما نأتي بها وعلامات هذه آيات كلمة تعدوا نضم الشفتين عند الضم حتى يخرج الضم صحيحا سليما وَإِنْ تَعُدُّوا تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ نِعْمَةَ بِالْفَتْحِ نِعْمَةَ اللَّهِ أيضا عندنا بارك الله فيكم من الكلمات العناه بالمشدد دائما نأتي بالشددات في القرآن الكريم وَإِنْ تَعُدُّوا أيضا كلمة تذكرون نأتي بالشددات في القرآن كما هي مثل لَعَلَّكُمْ بارك الله فيكم ونفع بكم الآن يقرأوا معي هذه الآيات اليسيرة السهلة أولا يقرأوا الاستعادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقرأوا الاستعادة أحسنتم يقرأوا معي لما أبدأ القراءة تنظرون وتقرأوا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتْ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ بارك الله فيكم ونفع بكم نتقل إلى الآيات التالية أيضا استقر لكم وأنتم الآن تستمعون وتنظرون وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٌ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ إِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْعَرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ بارك الله فيكم الآيات سهلة ويسيرة لاحظوا معي هذه الكلمة نقرأ الكلمة من أولها مع النظر إلى الحرف والحركة يَخْلُّقُونَ رأيتم؟ اللام عليها ضمة طيب والياء عليها فتحة يَخْلُّقُونَ طيب لاحظوا هذه الكلمة نفس الكلمة ولكن تختلف الحركات هنا على الياء ضمة وعلى اللام فتحة يُخْلَقُونَ يُخْلَقُونَ رأيتم أن الكلمات تتشابه لكن الحركات تختلف لذلك لابد من التركيز على الحركة الكلمة الأولى يَخْلُّقُونَ الثانية يُخْلَقُونَ 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 إذن ننتبه حتى نقرأ قراءة صحيحة أموات بالضم أيضا غيروا لاحظوا الراع عليها ضمة ننتبه لهذه المهارات في التلاوة مهارة إتمام الحركات والتركيز وقراءة الكلمات بالحركات التي عليها غيروا غيروا أحياء أيضا كلمة أَيَّانَ مع الشدة في حرف اليه نأتي بالشدة أَيَّانَ أيضا كلمة يُبْعَثُونَ ننتبه للضم في أول حرف أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بارك الله فيكم أيضا هذه الكلمة قُلُوبُهُمْ لاحظوا الضمات لاحظوا هذه الضمات على أحرف الكلمة قُلُوبُهُمْ أيضا منكرة بالتنوين ضم منكرة وهم مُستكبرون إذن ننتبه لهذه الكلمات وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ الكلمة سهلة لكن نحتاج إلى النظر أيضا هذه الكلمة لاحظوا الليلة المضمومة يُسِرُّونَ أيضا كلمة يُعْلِنُونَ نفس الوزن نفس الطريقة يُسِرُّونَ يُعْلِنُونَ إذن ننتبه بارك الله فيكم طبعا ننتبه لبعض الأحكام السهلة جدا النون المشددة أنّ إنّ هذه النون المشددة نأتي بها دائماً واو الصلة نأتي بها في حال الوصل إنّه لا يُحِبُّوا الواو هذه متصلة بالهاء صلة للهاء إذا وصلنا الكلمة إنّه لا إنّه ومثلها أيضاً الياء الصلة تأتينا إن شاء الله تعالى ننتبه لهذه الكلمات إذن على بركة الله نقرأ الآن نقرأ معي هذه الآيات وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أحسنتم نكمل اقرأوا معي أموات غير أحياء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ أحسنتم إلهكم إله واحد فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ أَحْسَنْتُمْ وَبَارَكَ اللَّهُ فِيْكُمْ لا نتقل إلى الآية التالية استمعوا وانظروا بارك الله فيكم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ قَدَ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ الْسَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ الْسَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ نعوذ بالله من عذاب الله إذن هذه الآية أيضا ننتبه لها سنقرأها سهلة يسيرة هذه الكلمة ليحملوا مع المد مد حرف الباب هنا مد ليحملوا أوزارهم ما نوع المد في هذه الكلمة؟ حرف المد في كلمة ليحملوا الهمزة في كلمة أوزارهم إذن مد أحسنتم منفصل لأن حرف المد انفصل وهذا أيضا مد أيضا مد منفصل أحسنتم حرف المد انفصل عن الهمزة أما هذا الحرف أما هذا المد في كلمة ساء فهو مد متصل لأن حرف المد والهمزة في كلمة واحدة ومقدار المد كلها نمدها أربع حركات إذن ننتبه بارك الله فيكم كلمة أوزارهم أرى عليها إيه؟ فتحة أوزارهم أيضا عندها كلمة من قبلهم اللام تحتها كسرة من قبلهم فأتى الله بنيانهم النون مفتوحة فأتى الله بنيانهم طيب فخر عليهم السقف بالضم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون نعوذ بالله من العذاب الله إذن على بركة الله سنقرأ هذه الآيات تقرأوا معي وانتبهوا لما أضع الخط وأقرأ تقرأوا معي استعدوا وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون أحسنتم ننتقل الآن إلى الآيات التالية ركزوا وانظروا ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين نعوذ بالله من جهنم هذه الكلمات لاحظوا معي ثم يوم الميم مفتوحة ويقول ويقول ننتبه ويقول أيضا عندنا هذه الكلمة تشاقون ما نوع المد هنا في حرف الألف أحسنتم هذا مد لازم كلمي مثقل مد لازم لأنه بعده السكون حرف السكون في حرف القاف القاف الأول هنا القاف المشددة هنا قاف أصلها قاف ساكنة وبعدها قاف مضمومة فأضغمت القاف الساكنة في المضمومة فصارت قاف واحدة مشددة فهي تمامد لازم كلمة مثقل مثقل لأنه بعدها شدة إذن ست حركات المقصود أننا نمد ست حركات قال الذين أوتوا العلم بالفتحة إن الخزي اليوم والسوء ننتبه الحركات أيضا كلمة ظالمي أنفوسهم لاحظوا الكسر في السين والهاء الكلمات سهلة جدا سنقرأ الآن مباشرة اقرأ معي هذه الآية ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين بارك الله فيكم ونفع بكم إلهنا وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذن نقرأ الآيات من المصحف المرتل والمصحف المعلم أو المصحف المدرسي حتى نقرأ بالتجويد والترثيل إلى أن نلقاكم في الدرس القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر